في الوقت الذي لا يزال فيه الجدل في العراق محتدما بشأن مشروع طريق التنمية الذي أطلقه رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني قبل أيام لجهة علاقته بمبادرة الصين الحزام والطريق حسمت صين هذا الجدل بما ينساجم مع استمرار المشروع ونجاحه فالعراقيون انقسموا كالعادة إلى فريقين فريق يؤيد المشروع الذي يعد أول مشروع تنموي متكامل بعد عام 2003 عقب سلسلة الإخفاقات في تنفيذ مشاريع كبرى وفريق آخر يرى أن هذا المشروع لن يحقق الجدول الاقتصادية المطلوبة منه بالقياس إلى التكلفة المادية الكبيرة التي سوف تنفق عليه بحدود 17 مليار دولار أمريكي المسؤولون العراقيون المدافعون عن المشروع الذي عقدت الحكومة العراقية لأجله مؤتمرا حضره عشرة من وزراء النقل في الدول المجاورة للعراق من بينها دول مجلس التعاون الخليجي مستمرون في وضع الخطط اللازمة لإطلاق مرحلته الأولى بينما مهاجموا المشروع لا سيما ممن بدأوا أنهم يمثلون أشبه ما يكون بلوبي صيني في العراق اصطدموا مؤخرا بالموقف الذي عبرت عنه بكين عبر سفيرها في العراق الذي أكد لدى لقائه سوداني أهمية مشروع طريق التنمية للعراق والمنطقة الحكومة العراقية تطمح لأن تكون للصين مساهمة فاعلة في عمل وأنشطة مشروع طريق التنمية بناء على الثقة الكبيرة بخبيرات الشركات الصينية الكبرى لا سيما في مجالات النقل والاستثمار والبنية التحتية لكن خبراء يرون أن طريق التنمية العراقي سوف يقتصر على نقل البضائع فقط وهو ما يعني أن الدول الجوار هي المستفيدة منه أكثر من العراق